على صعيد متصل وتزامنا مع الجولة الدولية التي يقوم بها غبطة البطريارك ثيوفيلوس الثالث إلى الوليات المتحدة الأمريكية وجه رؤساء بلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت سحور نداء إلى قداسة البابا فرانسيس عبروا فيه عن تخوفهم من استيلاء جمعية استطانية إسرائيلية على أملاك الكنائس في القدس عبر باب الخليل والذي من شأنه سيضيق الوصول إلى الأماكن المقدسة وبالذات كنيسة القيامة مذكرين قداسته بأن القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المجتمع المسيحي في الأراضي المقدسة يهدف إلى إجباره على الرحيل وهو ما يشكل تهديدا للوجود المسيحي في أرض يسوع المسيح